السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي أينما كنتم مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناتكم قناة فن الكهرباء وشكرا لكم على دعمكم المتواصل لهذه القناة المتواضعة فبرك الله فيكم في هذا الفيديو سنتعلم وإياكم طريقة تغيير أنتريليبتور دبل ألماج فائفيان وتركيب مكانه أنتريليبتور دبل ألماج سامبل أو المفتاح المزدوج لأن هذا المفتاح لم يعد يشتغل كما هو مطلوب منه كخطوة أولى نقوم بقطع الطيار الكهربائي بصفة نهائية ثم نبدأ بإزالة هذه الأسلاك من مفتاح دبل فائفيان لأننا لا نحتاج هذا المفتاح كان من المفترض أن يتم تركيب أنتريليبتور دبل ألماج سامبل لأن كل مصباح يتم تشغيله بمفرده ولا داعي لتركيب أنتريليبتور دبل فائفيان لأنه ليس لدينا مصباح ذهب وإياب أو المصباح الذي نتحكم به من كلا الجهتين إذن نبدأ بفتح هذه الرواتر كما قلت لكم هذه الرواتر بألون الأصفر تم إرسال كل واحد منهما إلى مصباح ليتم التحكم في كل مصباح بمفرده هذه هي المصابيح التي يتحكم بها هذا المفتاح المعطل ثم نبدأ بإزالة الفاز أو السلك الحار من خلال هذه القطعة المشتركة بين هذه النقطتين لتغذية كل مفتاح بمفرده إذا لاحظوا سنحتاج هذه القطعة في الأخير إذا لاحظوا وكذلك تم إرسال قطعة باللون الأصفر مشتركة مع الفاز لتغذية مأخذ الطيار أو بريسغون في يساري على الصورة سنقوم كذلك بإعادة توضيب هذه الأسلاك حتى وإن قمنا بإدخالها في البورن المخصص في المفتاح لن يتم تكسير هذا السلك لأنه إن تركناه على حاله فربما مع الضغط بالمفك سيتم قطع هذا السلك لأنه تم استعماله في البداية لذلك سأعيد ضبط هذه الأسلاك بهذا الشكل ليكون التتبيت محكم إذن هذه القطعة باللون الأصفر عبارة عن فاز تم إرساله إلى مأخذ الطيار في جانب الصورة على اليسار وأما بالسلك الأحمر فهو فاز إذن هذا هو الانتريليبتور دبل ألماج سامبل كما تشاهدون فقط يتكون من أربعة أماكن كما تشاهدون هذه هي واجهات المفتاح سنقوم بإدخال الفاز في النقطة في الوسط ومشاركته بهذه الطريقة التي ستشاهدونها الآن إذن لدينا الريتور الأول باللون الأصفر في الرقم الثاني والريتور الثاني في الرقم واحد أما الوسط فسنقوم بمشاركته من خلال قطعة باللون الأحمر لتغذية المفتاح من الأسفل هكذا ثم نبدأ بفتح هذه الأماكن المخصصة لتتبيت الأسلاك إذا لاحظوا سأقوم بتركيب القطعة التي قمنا بإزالتها في الوسط بهذا الشكل وأقوم بمشاركة الفاز الذي يغدي ما أخذ الطيار كذلك بهذا الشكل ثم أبدأ في التتبيت أدراً على هذه اللقطة الغير واضحة ولكن سأوضحها في نهاية التركيب إذا بعد تتبيت الفاز في الوسط بمفرزه سأقوم بإدخاله كذلك في الوسط في الـ L هكذا ثم أضيف الفاز الذي يأتي من الطابلو المغدي إذا من خلال هذه القطعة قمنا كذلك بتغذية ما أخذ الطيار أما الـ Return فسأقوم بتركيبه في الرقم 2 الآن أقوم بتتبيته والـ Return الثاني في الرقم 1 بهذا الشكل تم توضيح الصورة إخواني أعذروني هكذا إذا هذه هي طريقة التركيب لاحظوا الفاز في الوسط وتم مشاركته من خلال القطعة الصفراء في الأسفل التي تغذي ما أخذ الطيار بهذه الطريقة ستشتغل هذه المصابح كل واحدة بمفردها وبدون الحاجة إلى تركيب أنتري ليبتور دبل فايفيان لأن الدبل فايفيان فقط نحتاجه عندما يكون لدينا مفتاح دهب وإياب بحيث يكون مفتاح عند مدخل الباب والتاني داخل الغرفة أما هذه المصابح التي يتم تشغيلها من مكان واحد وإطفائها من مكان واحد فقد ستحتاج إلى أنتري ليبتور دبل أنيماج كما تشاهد الآن إذن بعد تتبيه المفتاح هذا هو الشكل النهائي سنقوم بتركيب واجهة المفتاح بهذا الشكل وننتهي من إعادة تغيير المفتاح بطريقة بسيطة كما شاهدتم إخواني الكرام المفتاح المعطل قمنا بتركيب مكاني مفتاح جديد إعادة تشغيل المصابح المعطلة منذ فترة كانت هذه هي طريقة استبدال أنتري ليبتور دبل أليماج فايفيان بأنتري ليبتور دبل أليماج سامبل وطريقة بسيطة بقي لنا أن نقوم باختبار هذا المصباح وكذلك تتبيه محكم لاحظوا تم تشغيل المصباح الأول بشكل جيد وكذلك سنقوم بالاختبار للمصباح الثاني لاحظوا كذلك ليشتغل بشكل جيد وهذه هي طريقة تغيير الأنتري ليبتور المعطر وتركيب أنتري ليبتور جديد كان هذا كل شيء في هذه الحلقة أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحلقة فإن أعجبكم الفيديو إخواني فلا تبخلوا علي بالضغط على زر لايك وأدعوكم إلى الاشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته